هل أنت قلق من المستقبل؟ هل أنت متوتر من أمر مكروه تتوقعه؟ إذا كنت كذلك فلا تقلق وفوض أمرك إلى الله الوكيل والوكيل هو المتولي لتدبير خلقه بعلمه وكمال قدرته وشمول حكمته الذي يتولى أولياءه فييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى ويكفيهم الأمور قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل أي والله على كل ما خلق من شيء رقيب وحفيظ يقوم بأرزاق جميعه وأقواته وسياسته وتدبيره وتصريفه بقدرته فمن آمن بأن الله هو الوكيل توكل عليه وفوض أمره إليه قال تعالى وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكِيلًا وَمَنْ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ حَقًّا أَخَذَ بِالْأَسْبَابِ لأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل قال رجل يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل يسأل عن ناقته فقال عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل ومن آمن بأن الله هو الوكيل رضي بما قضاه الله وقدره قال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومن آمن بأن الله هو الوكيل اطمأن قلبه ولم يخف من المستقبل ولم يقلق من الأرزاق فقض منها الله لعباده ومن آمن بأن الله هو الوكيل وفق بالله ولم يخف من كيد الناس وتآمرهم ضده قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل